بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة إزايك يا شباب عاملين إيه؟ يطر حضرتك فاكر حاجة في كلمات الوحدة الأولى جايب لكم حوالي مية ولا مية أو عشرين جملة على كلمات الوحدة الأولى كاملة إن شاء الله رب العالمين موجودين عند حضرتك في كتاب سينيور المراجعة النهائية الفين أربعة وعشرين وبدئين من صفحة أربعة بيقولك في رقم واحد لا تثق به هو مجرد كذاب وإيه تاني؟ يعني عنده ولاء وانتماء غشاش أو نصاب موثوق به أو يعتمد عليه يعني مخلص أو متفامي أو مخصص أو مكرس تبقى الإجابة به غشاش الكاتب متهم بإيه؟ وعدم الدقة الكاتب متهم ببايس تحييز بيزيس أساس كريتيفتي الإبداع فلوينسي الطلاقة أو الفصاحة الإجابة إيه؟ بايس تحييز نمبر ثري إحنا كنا نقط بواسطة عدم عدد الضحايا للأطفال في غزة أميزد مصب الزهول يعني مسبت بوتد في الأرض ولا شقد مصدوم ولا عندك كلمة كوكد يعني جاهز يبقى أنا كده الإجابة بتاعتي هتبقى سي شقد انصدمنا طب ليه مش أميزد يا مستر مصب الزهول؟ لا الزهول ده يعني مفاجأة واقع مفاجأة هنا تصدمة من العدد هنا الموضوع أكبر من الموضوع إنه يكون مفاجئ الموضوع له علاقة بإنك مصدوم number four بيقولك a journalist الصحفي should be not and unbiased مفروض إن الصحفي يكون إيه بقى وغير متحيز unbiased يعني غير متحيز طيب prejudiced متحيز unfair يعني ظالم أو غير عادل subjective ولا objective إحنا قلنا إنه objective معناها موضوعي وهي دي الإجابة طب subjective يعني عنصري أو متعلق بذاته أو أناني أو بيتكلم عن نفسه أو عن الأشخاص مالوش علاقة بالموضوع يبقى الإجابة يعني subjective دي تعتبر زي prejudiced متحيز يبقى الإجابة دي objective يعني موضوعي number five بيقولك has written the book هو كتب الكتاب أو ألف الكتاب but is still looking for نقط بس لسه بيدور على إيه publisher publisher reader قارئ publishing nash broadcast broadcast يعني الجرائد اللي هي الحكومية أو الجرائد ذات الحجم الكبير أو اللي وراءها كبير يبقى الإجابة نبرت إيه بيدور له على publisher نشر علشان ينشر لكتابه number six بيقولك with advent of the internet بظهور الانترنت advent يعني ظهور ظهور الانترنت book note has increased ايه اللي حصل في الكتب وزاد قوي publishing نشر الكتب زاد بالعكس ده الانترنت ما خلناش بنقرأ كتب privacy قرصانة الكتب أو سرقة الكتب copyright حقوق النشر ولا issues يعني قضايا الإجابة بي اللي هي قرصانة وسرقة الكتب زادت بانتشار الانترنت number seven بيقولك that's my own note of view هذه نقطة الخاصة برأيي you may disagree with me وانت ممكن تختلف معايا idea فكرة site يعني حسة الإبصار أو البصر opinion يعني رأي ولا point الإجابة دي point طب يا مستر opinion يعني رأيي صح لا هي للتعبير على بعضه اسمه point of view يعني وجهة نظر أو رأي يعني كل كلمة point of view دي على بعضها بتساوي opinion number eight بيقولك strong wind رياح قوية نقطة شب عملته في السفينة and blocked the waterway وسدت وعوقت المجرى المائي أو الممر الملاحي طيب stock da ship الرياح لزقت السفينة ولا attracted جذبت السفينة ولا spun خلت السفينة تدور حوالي نفسها وتستدير أو تلف وorbit يعني يدور حوله يبقى الإجابة C هي الإجابة الصحيحة خلت السفينة spun تدور حوالي نفسها وتعطل المجرى الملاحي أما orbit دي فمعناها يدور حول شيء آخر يعني لو أنا بقول إن الأرض تدور حول الشمس تبقى orbit إنما يلف حوالي نفسه spin وطبعا إحنا عارفين النسبة إن دي معناها التلفيق أو التزيين في الكلام أو التحوير number nine ديقول ذا كورت المحكمة وديفمينج هير نيم دي معناها التشهير باسمها يعني التشهير يا مستر باسمها يعني يخلوا اسمها مشهور لا التشهير باسم حد إنك تفضحوا بالكذب إنك تقول عليه حاجات ما عملهاش وتقول وتشير الكلام ده عند الناس وتفضحوا مقابل إن انت تسوق سمعته وبالتالي المحكمة نقط هي مليون جنيه مقابل التشهير باسمها مقابل التشهير باسمها إن في حد استخدم اسمها في حاجة سيئة جدا فشهر بيها وفضحها وفي حين إن هي ما عملتش حاجة زي كده فالحكومة عملت إيه بقى برد استلفت منها مليون جنيه compensated عوضتها أو ديتها تعويض مليون جنيه لنت سلفتها donated تبرعت ليها طبعا الإجابة بيه compensated يعني يعوض المحكمة ديتها تعويض مليون جنيه مقابل الفضيحة اللي حصلت لها أو التشهير باسمها نومبر تين ده جاب بنبنت هزق نقط a new plan to attract foreign investment الحكومة عملت إيه؟ خطة جديدة علشان تجذب الاستثمار الأجنبي النوانسد أعلنت خطة جديدة advertised أعلنت إعلان تجاري broadcast يعني يعمل بف إزاعي أو ينشر نشرة جوية ولا interview يعمل مقابلة شخصية طبعا الإجابة هتبقى نمرت ايه أنه نسد الإعلان بغرض أنه يعرف الناس الحكومة أعلنت عن إن عندها خطة جديدة علشان تجذب الاستثمار الأجنبي advertising إعلان اللي غرض منه تجاري إنه يكسب حاجة من وراء سلعة بيروضها broadcast يعني يعلن أو يبث يعمل بف إزاعي أو ينشر نشرة إذاعية أو يقول الأخبار الجوية و interview يعني يعمل مقابلة شخصية يبقى الإجابة نمرت إيه يا الإجابة الصحيحة 11 technology has a positive note on developing our life التكنولوجيا ليها نقط إيجابي في تطوير حياتنا productivity إنتاجية أو إبداع authority يعني سلطة effect يؤثر على impact يعني تأثير الإجابة طبعا هتبقى نمرت دي impact طيب معلش يا مستر ممكن كده تردش معنا في الموضوع دو نتكلم فيه شوية اللي هو عند حضرتك بعض الكلمات اللي معناها يديني أكتر من معنى بالنسبة لكلمة يؤثر أو تأثير شوف يا بطل الأبطال عند حضرتك هنا الكلام عن كلمة effect كلمة effect دي يعني تأثير دية اسم هدي effect دي اسم نون ومعناها بالعربي تأثير طب لو عايزة أقولها يؤثر هتبقى effect يعني يؤثر على ولا تحتاج إلى حرف جر فعل بمعنى يؤثر المشكلة بقى في ايه يا مستر المشكلة يا بطل الأبطال ان بعد كده عندك كلمتين اسمهم impact والكلمة التانية اسمها influence وبصراحة أنا معجب بان الراجل دوت جايب التركات دي في الكلمات علشان خاطر نبقى احنا بنرجع بنرجع على حق بنبقى بنحل وفي نفس الوقت بنشرح وبنرجع منهجك طب ما لها impact بقى impact تنفع لاثنين تنفع اسم وتنفع كمان فعل يبقى معناها يؤثر وتأثير تيجي لاثنين ونفس الحكاية مع influence influence برضو تنفع اسم وتنفع فعل وهي هي الكلمة ينفع يجي معناها يؤثر وتأثير إذن الاختلاف مع مين يا شباب؟ الاختلاف مع effect و effect يا مستر اما دول ينفع اسم وفعل influence و impact اما effect و effect لازم هي اللي تخلي بلك منها وتركز معها وانت شغال يعني انا دلوقتي حالة لو جيت اقول دلوقتي السؤالة هو تاني بقول technology has a positive note positive دي ايجابي صفة عايزة بعد منها اسم on developing our life على تطوير حياتنا productivity قلنا انتاجية واثورتي معناها سلطة فضلك effect طب ما هو effect دي لا effect دي فعل معناه يؤثر على يبقى ما تنفعنيش هنا لان انا عايز فوق اسم وبالتالي انا اللي حتنفعني impact طب ما هو impact معناه يؤثر يا مستر اه ومعناها تأثير وانا لسه ايل لك دلوقتي حال number 12 بيقولك هي the information in this study المعلومات اللي في الدراسة دي ات محتاجة مراجعة يبقى المعلومات دي balanced متوازنة reliable موثوق فيها او يعتمد عليها accurate يعني دقيقة او مضبوطة لا الاجابة c inaccurate غير دقيقة او غير منضبطة عايزة تتراجع number 13 the article is evenly including two points of views بيقولك ان المقالة دي evenly هنا معناها جدا او بشكل كبير نقط بتتضمن وجهت النظر يبقى الراجل في المقالة طالما عارض وجهت النظر او قايل في المقالة وجهت النظر يعني حاجة حلوة او حاجة وحشة او وجهة النظر المؤيدة وجهة النظر المعارضة تبقى الارتكل دي ايه balanced متوازنة prejudiced متحيزة لا لو متحيزة ما كانش قال الوجهتين النظر author دي يعني متألفة biased برضو يعني متحيزة لا الاجابة هتبقى ايه balanced يعني فيها توازن او متوازنة لانه عارض وجهت النظر number 14 بيقولك ابيج ارتيك ويك زلزال كبير قوي نقط ان مروكو في المغرب leaving a lot of details تاريكا كثير من الوفيات زلزال كبير ماله بقى collapsed in heart took party يعني شاركة moved تحركة او انتقلة ولا occurred حدثة الايجابة occurred حدثة يعني happened وخلي بالك ان انا معايا كلمة يحدث لها تلات معاني علشان تبقى مركز معايا happen يحدث بتساوي take place يعني يحدث برضو بتساوي occur او سي سي يو ار اي واحدة في دول معناها يحدث طب ما هو نمرد بيا مستر تيك بارت لا تيك بارت دي حبيب قلبي مش معناها take place تيك بارت يعني يشارك فيه بتساوي participate in تعال على الصفحة اللي بعدها صفحة خمسة وبصراحة تمارين غنية جدا وثارية ما كنتش فاكر الموضوع بالحلوة دي number 15 بيقولك ده باب لشرق الناشر has the number on all his books له النقط على كل الكتب بتاعته trademark يعني علامة تجارية virgin يعني نسخة copyright حقوق الطبع والنشر ولا piracy القرصنة طبعا الاجابة copyright له اي حد بينشر بيبقى تلاقيه كاتب اسم المطمع بتاعته او اسم الناشر بتاعه وتلاقيه له حقوق طبع ونشر طبعا القانون بيجرم الاختراق لها او استغلالها بدون اذن صاحبها number 16 بيقولك ads ads اللي هي اختصار advertisements او adverts اللي هي الاعلانات no add us into buying things we don't need بتعمل فينا ايه ان احنا نشتري حاجات ما احناش محتاجينها misjudge يعني يسيء الحكم على mislead يعني يضلل order يعني يأمر blame يعني يلوم الاجابة بي mislead us mislead into يعني يضللنا لصالح ان احنا نشتري حاجات ما احناش محتاجينها الاعلانات بتعمل كده blame يلوم ما ينفعش order يأمرنا طبعا الاعلان ما يقدرش يأمرك او يوجهلك امر misjudge يعني يسيء الحكم على او يحكم على حد بشكل خاطئ number 17 بيقولك a book that is illegally copied is الكتاب اللي منسوخ او مطبوع بشكل غير قانوني is a pirated مقرصا طبعا او مسروء right يعني على حق او صواب hijack يعني خطف الطائرات copyright يعني حقوق الطبع طبعا الاجابة a pirated يعني مقرصا او مسروء number 18 israel نقط the palestinian's rights israel نقط حقوق الفلسطينيين to live freely انهم يعيشوا بحرية on their land على ارضهم israel بتحترم الكلام ده divide is to قسم violet بتنتهك shares يعني تشارك او تتقاسم الايجابة c بتنتهك حقوق الفلسطينيين في انهم يعيشوا على ارضهم violation يعني انتهاك وviolate ينتهك 19 او number 19 بيقولك ده ما النقط that he hadn't received a fair trial الرجل نقط انه لم يتلقى محاكمة عادلة trial يعني محاكمة وفير يعني عادلة او منصفة الرجل ايه بقى expect the toqq ask the told اخبار claim the zعم طبعا هنا الرجل بيتكلم على hadn't received لم يتلقى يبقى دية ماضي تام فالماضي التام معناه انه تحاكم بالفعل فبعد ما تحاكم هو جاي يقول انه هو نقط لم يحصل على محاكمة عادلة expect the toqq ما ينفعش لان الكلام حصل قبل ما يقوله اللي هو ماضي تام اسكت طلبة برضو طولد اخبار برضو غلط يبقى الاجابة claim the zعم طب ليه طولد اخبار لان طولد عايزة وراها مفعول يا فندم لازم تقول لي اخبار مين هنا ما قالش اخبار مين هو قال ان الراجل على طول زعمة او ادعى claim يعني يزعم او يدعي الراجل زعم او ادعى انه هو لم يحصل على محاكمة افير او عادلة number 20 بيقولك he has no up the surprise of my arrival when he told them the news هو نقط المفاجأة بتاعت وصولي عندما اخبرهم بالخبر enhanced يعني زودة ruined دمر او بوز الحاجة او افسدها يعني prepared جهزة collapsed يعني انهار طبعا هو بوز المفاجأة المفروض ان انا كنت عامل الوصول بتاعي مفاجئ وانه ما يقول لهمش هو بوز المفاجأة لما اخبرهم بالخبر ان انا جاي يبقى الاجابة هتبقى be ruined دمر او بوز المفاجأة اللي كنت عاملها عن وصولي لما قال لهم على الخبر enhance يعني يزود او يزيد من حاجة او يطورها او يزودها prepare يعني يجهز وكلابس يعني انهار اجابة بي ريون طب ليه ما خدتش كلابس ينهار يا مستر فعل كلابس ينهار فعل لازم لا يأتي بعده مفعول ما يجيش ورا مفعول هنا جاي بالمفعول اللي هو المفاجأة ما ينفعش اقول collapsed هو ممكن تقول يعني المفاجأ انهارت انما هو ينهار المفاجأة غلط لان فعل ينهار فعل لازم لا يأتي بعده مفعول 21 بقولك 2 نقط managed to escape from prison last night اتنين من النقاط تمكنوا من الهروب من السجن اللي للي فاتت connect يعني اتصالات victims ضحايا convict مجرمين convinced دي يعني مقتنع الاجابة c convict اتنين من المجرمين او المدامين ودي طبعا عندك في القصة بتاعة بيب او great expectations number 22 بيقولك the attack on gaza strip الهجوم على قطاع غزة left behind خلف وراءه او ترك lots of كثير من نقاط and victims والضحايا هجوم غزة خلفة او سببة او ساب ايه كثير من ايه والضحايا casualties الوفيات diseases امراض ولو انه برضو ساب امراض occurrences يعني حدوث compensation يعني تعوضات الاجابة الاجابة ايه casualties خلف الكثير من الضحايا او القتلى او الوفيات number 23 بيقولك excuse me عفوا او معذرة you are not my way انت نقاط طريقي او سكتي would you mind moving aside ممكن لو سمحت توقف على جنب او تركن على جنب shutting انت قافل طريق stopping برضو مانع الطريق trapping عمل فخ blocking الاجابة نمردي blocking هي الاقوى والاوفة blocking my way يعني انت سادد وانت معوقه او عامل فيه block او عامل فيه سد او عامل فيه افلة او عامل فيه وقفة او عامل فيه يعني مطب او حاجة انت عاملها ما خليني مش عارفة اتحرك لو سمحت تعال على جنب شط طبعا يقفل للضرف والكتب والشبابيك والببان والحاجات دي stop يعني يمنع ما فيش حاجة اسمها يمنع الطريق طبعا الاجابة هنا blocking my way انت واقف في طريق 24 بيقول لك فيها the note often attract readers نوات غالبا بيجذب القراء with sensational headlines بعناوين حسية يعني عنوين حسية ما تصير حسيسك ومشاعرك وعواطفك والكلام ده طبعا الكلام دوت انه يصير مشاعر القراء ما ينفعش مع البروتشيت لان البروتشيت دي معناها جرائد رسمية ودي بتعتمد على اخبار صحيحة ودقيقة لا تعتمد على اثارة مشاعر القراء ما اللي بيعمل البلاوة دي دي tabloids اللي احنا بنقول عليها الصحف الصفراء او النسخ اللي هي بتعتمد على التشريق والاثارة علشان تبيع وتجيب مبيعات editorial وديت معناها يعني حصة تعليمية وفجوالز يعني بصريات طبعا الاجابة بقى نمرت بيه tabloids number 25 بيقول لك ا نقط لا معلش editorial مش حصة تعليمية editorial يعني مقالة افتتاحية افتتاحية ايوه وبدل من نروحه احنا نسينها والتلامزة يعني ان بقى ارتكبنا فيهم زنب لا اديتوريال يعني مقالة افتتاحية والمقال الافتتاحي بيبقى موجود في الجرنان بيكتبه رئيس التحرير علشان يقول لك يعني يلقي الضوء على اغلب الاحداث او اغلب المقالات اللي موجودة في العدد اللي الطبع number 25 بيقول لك انا اعطي ازا سيريس نيوس بيبر جريدة جادة ورق كبيرة طبعا دي الاجابة اللي هي الجريدة الرسمية المجازين لأ لان المجازين بتبقى بتطبع على ورق مصقول من نوع فاخر جدا وبتبقى غالية التمن وبيبقى ورقها صغير مش كبير وبرودكاست قلنا معناها نشرة جوية او بث ازاعي ونمرت دي تابلويد يعني قلنا الجريدة او الصحف السطرات واني سيكس بيقول لك القصة قائمة على مؤط فعلي يطرى القصة قائمة على ايه فعلي هابن يحدث اوكيجا المناسبة حدث ولا سريموني مراسم او احتفال طبعا احداث حقيقية او وقائع حدثت بالفعل نمرت دون سيفن جيقول لك بيبيز نيد اصرات امونت او سليب او دي جيت نقط الاطفال الرضع بيحتاجوا كمية محددة من النوم او ايه اللي هيحصل لهم بقى شيرفل هيبقى مبتهج بالعكس ده لما الطفل ما بينامش كويس بيبقى متعكن انه بيغم البيت كله شوك دي يعني مصدوم فاسي فاسي يعني مقرف في اكله فاسي ايتر يعني حد من النوع اللي صعب الارضاء صعب الارضاء في اكله مش في اي حاجة تانية تلاقيه عاي الانف كده ومقرف في اكله ودي ما بيحبهاش ودي مش طيقها ويحب السدر بس ويكل دي بس فاسي ايتر يعني صعب الارضاء في اكله وطبعا الاجابة دي هيبقى متذمر او سريع الغضب او مقرف زي ما احنا بنقول كده 28 بيقولك الصحفي ابلغ الاخبار بدون بدون ايه الصحفي قال الاخبار بدون ايه بدون اهتمام او وضع في الاعتبار بدون اجزاجريشن يعني بدون مبلغة بدون موضوعي ما هو ذاوي دي بدون عايزة وراها اسم ما علشش سوري يعني وابجيكتف موضوعي دي صفة والصفة ما ينفعش تيجي هنا لان انا عايزة اقول عارف لو هيقول وذاوت يقول وذاوت بدون موضوعية كده هكت حتى تبقى صح وان بريجوديست برضو غير متحيز هي كمان صفة غير متحيز ودي صفة طب انا عايز بعد وذاوت يا بطل انت واخد الكلام ده في اولا سنوي وتانية سنوي وذاوت يعني بدون بيجو وراها الاسم او الفعل زائد اي ان جي يبقى انا ما ينفعش ااخد سي وما ينفعش ااخد دي لان انا عايز ورا وذاوت اسم يبقو يعني وضع في الاعتبار مالها مالهاش دعواء يبقى الاجابة بيه اجزاجريشن الرجل الصحفي دوت ابلغ الاخبار او الخبر بدون مبالغة يعني لزود ولا نقص الخبر قدامه في الورق اراه والسلام عليكم وخلص تعال على نمبر 29 بيقولك ايجبت نقاط دا بالاستينيان رايت مصر نقاط الحق الفلسطيني تو سيت اوب دير ستيت هود ان هما يقيموا دولتهم سيت اوب يعني ينشئ وستيت هود يعني دولة طيب ايجبت بعملها سابورتس تدعم او تقاند او تسيد تقايد ولا سابلايز يعني تزود او تمد مؤن وبروفايدس برضو تزود او تمد يتطلب ما ينفعش دا كله دا مصر وقفة جنب الحق الفلسطيني في اقامة دولة سابورتس يعني تؤيد او تساند نمبر 30 بيقولك دا منيجر نقاط المدير نقاط السبب لما جئها متأخر الى العمل المدير بريجودس تحيز اكواير يكتسب طالبة ولا اسكد سألاء طبعا الاجابة هنا هتبقى بمعنى بي او يسأل عن طب ليه ما قلتش اسكد يا مستر لو قال اسكد كان قال اسكد فور يسأل او يطلب يطلب السبب فهنا بقى بيقول يطالب السبب بتاع ما جئها متأخر عايز يعرفه بريجودس يتحيز اكواير يكتسب ما تنفعش اسكد ذا ريزون هالمفروض لو قال اسكد دا ريزون يقول اسكد فور ذا ريزون يعني سأل السبب او سأل عن السبب او طلب السبب يبقى لجابة هتبقى سي ديماند طالبة او تساءل عن السبب بتاع المديء متأخر نمبر ثيرتي وان بيقولك ريزكي وارز يعني المنقذين سيف دي زنو قد بي بول انقذوا الناس مؤط انسايد دا بلدينج اللي جوه المبنى طب الناس دي بقى بلوك دي يعني كان معوق او يعني مسدود او مقفول عليه ولا شوكينج يعني صادم ولا تريب تريب دي يعني رحلة ولا تراب دي يعني محبوسين او مزنوئين جوه طبعا اللي جابة هتبقى تراب دي بيبل دا تراب دي بيبل يعني الناس اللي مزنوئة او اللي محبوسة او الاستاك العالقة انسايد دا بلدينج داخل المبنى طب ماينفعش بلوك دي لان الناس كده مش مقفولة ماينفعش الناس تتسدق او الناس هتبقى مزدود عليهم لا لان هما اصلا مش بارادتهم ان هما يطلعوا بارادتهم او يطلعوا بمزاجهم لان فيه ايجا منقذين انقذوهم نمبر ثلاث تو بيقولك ماساكرز انجزا يعني المذابح في غزة سباركد انجري نقط اطلقت او عملت شرارة نقط غاضبة اروين دا ويرلد حول العالم ردود فعل عوامل جذب التاكسي هجمات يعني استجابات والله انت عندك ردود افعال غاضبة هتعمل ولا هتعمل بقى ولا هتعمل والله انت ممكن نفكر فيها ونركز لان هنا ماينفعش اقول استجابة غاضبة اننا اعرفه ان اسمه يعني رد فعل غاضب لان ممكن هنا يبقى عن طريق بس انك تكشر بوشك وخلاص انما الرياكشن هيعمل لي ردود افعال على مختلفة بقى يعملوا مظاهرات ويعملوا غضب ويعملوا الكلام ده يبقى المفروض انها هتبقى ردود فعل غاضبة ما فيش حاجة اسمها استجابة غاضبة وإلا الاستجابة هنا يعني هتبقى في حدود ضيقة لكن الرياكشن ممكن يديني سعة اكتر في انه يبقى اعتراض بالصوت او بالمظاهرات او اي حاجة تتضمن اكتر من كده عوامل جذب وقلنا التاكسي هجمات ماينفعش اقول هجمات غاضبة برضو لان الموضوع ما كانش فيه هجمات ولا حاجة الاعتراض كان قانوني وشرعي في جميع انحاء العالم 33 بيقولك ده ديتيكتفز المحققين ارنوء اتاكرايمسين مسرح الجريمة فور كلوز من اجل ادلة كوميتنج بيرتكبوا انفستيجيتنج بيحققوا تريتنج يعني يعني يعاملوا ولا سكرينينج يعني بيعمل شاشة او بيصور شاشة هيبقى الاجابة انفستيجيتنج بيحققوا في موقع الجريمة او في مسرح الجريمة بحثا عن اي ادلة او مفاتيح لحل لغز الجريمة 34 بيقولك ده فيديو يعني الفيديو يعتبر نقط دليل نقط يعني فيما وراء الشك يعني فيما وراء الشك يعني دليل لا شك فيه او لا لبس فيه طيب يعني فعليا او فعلي طب معلش انا عندي كلمة يعتبر ده فعلي مبني للمجهود وإفدنس دليل ده اسم والاسم انا عايز قبل منه هنا صفة الاسم عايز قبل منه صفة توصفه اكتشوالي دي حال وترولي دي كمان حال فاضل فكشنال خيالي وفاكتشوال حقيقي طبعا الاجابة هتبقى دي فاكتشوال حقيقي لان ده إفدنس بي وند داوت يعني دليل ما وراء الشك يعني ما وراء الشك يعني لا يقبل الشك نمبر 35 بيقولك الصحفي ارسل مؤط الى المحرر او رئيس التحرير علشان يتراجع ايه اللي هيبعته للمحرر علشان يتراجع طيتل عنوان هيدلاين عنوان ارتكل مقالة بوكلت يعني كتاب طبعا الاجابة هتبقى سي اللي هي ارتكل مقالة علشان تتراجع طيتل قولنا عنوان بمعنى لقب عنوان درس عنوان كتاب عنوان قصة هيدلاين عنوان في الاخبار او عنوان في الجرنان بوكلت قولنا يعني كتاب وبعد كده سي اللي هي ارتكل مقالة طبعا صحفي هيبعت للمحرر ايه علشان يتراجع هتبقى ارتكل مقالة صحفية طب الفرق بين ارتكل يا مستر ويه الكلمة بتاعة ايسي الايسي ده اللي حضرتك بتكتبه اسمه مقال اكاديمي مقال مقال له علاقة بموضوع انما الارتكل ده مقال صحفي يبقى انا معايا هنا هيدلاين وطايتل اديك عرفتهم وكمان خد بالمرة ادرس يعني عنوان المنزل لو انت عايش في مكان معين ده عنوان بيتك وطايتل قولنا عنوان كتاب او عنوان جريدة او عنوان مقال اه ااسف عنوان كتاب او مقال او عنوان درس بنكتبه هيدلاين يعني عنوان في الاخبار او في الجرنان وارتكل قولنا مقال صحفي اما ايسي فده مقال اللي احنا بنكتبه العادي وبعد كده عندك كمان ادرس العنوان بتاع البيت تنتي سيكس بيقولك فيها شيء وز فايرد يعني اتطردت من الشغل ترفدت بسبب او من اجل نقط لمعلومات كروشل هامة او اساسية من التقرير بيان عليها صربت الحاجة دي او طلعت اسرار الشغل طيب امشن يعني حزف انكلوجن يعني تضمين او ادراج التاتش منت ارفاق ريميمبرينج تذكر طبعا امشن اتطردوها من الشغل لانها حزفت معلومات مهمة من التقرير وده اسمه طبعا تحيز بالحزف نمبر ثيرتي سيفن بيقولك المجرم او المدان بعتوه على فين وحكم عليه بالاعدام بعتوه على الهيدلاين عنوان جرنون كرايم كورت المحكمة الجنائية تابلويد صحيفة صفرة اذا سيكس نيوز اخبار الساعة ستة طبعا الاجابة بعتوه محكمة جنائية حكمت علي بالاعدام ثيرتي بيقولك فيها سمارت موبيل فونز او موبايل فونز اللي تعتبره صح الاتنين صح سمارت موبيل فونز او موبايل 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 فونز ووجود التليفونات الزكية بين ايدينا سمح بنقط انه او موبايل فونز يعني ينشأ بايس بايبليسمينت التحييز بالوضع كوبي رايت انه هو انه هو حقوق الطبيع والنشر تشيتنج يعني الغش او الخيانة وستيزن جورناليزم الصحافة بتاعة المواطن طبعا الاجابة هتبقى نمرت دي ايه صحافة المواطن دي يا مستر صحافة المواطن دي هو ان حضرتك مثلا معك تليفون زكي وحصل مثلا اسف يعني خناءة تحت بيتكو فانت روحت من البلكونة او من الشباك مطلع التليفون وصورت اللي حصل ورحت رفع الكلام ده على الفيسبوك او على السوشال ميديا وبالتالي كده انت صحفي صحفي قبل اي حد لان الكلام حصل مباشر قدام عينك وتحت بيتكو فوجود الهاتف الزكي بين ايديك سمح بان انت تبقى كمواطن صحفي بتنقل الخبر بل ممكن تكون اصدق من الصحفي التاني اللي يكون تابع لجريدة او جرنان او مجلة وبالتالي دي اسمها صحافة المواطن number 39 بيقولك عمر's friends اصدقاء عمر are nosy مشاء الله عليهم حشريين اوي فضوليين about his new job بخصوص وظيفته الجديدة this means they are ده معنى انهم ايه reliable and forgiving يعتمد عليهم وعندهم تسامح ambitious and motivated طموحين ومتحفزين curious and inquisitive فضوليين واستفساريين بيحبوا يسألوا ويعرفوا waiting for good news منتظرين لاخبار جيدة طبعا الاجابة c لان curious هو النوزي الحشري هو الفضولي بالضبط inquisitive كتير الاسئلة او كتير الاسئلة ويحب استفسر من غيره على حاجات سواء تخصه او ما تخصه number 40 بيقول لك فيها he is waiting for exams result هو مستني نتيجة الامتحان with baited breath محبوس الانفاس محبوس الانفاس يعني متوتر وحطط ايده على قلبه زي ما احنا بنقول كده بالبلد بتاعنا معنى انه الان بخصوص النتيجة this means that he is ده معنى انه sleeping will be نم كويس relaxed and calm هادي ومستريح out of breath نفس ومقطوع لا out of breath نفس ومقطوع ده كان بيجري مسافة طويلة بالاجابة دي اللي هي anxious about exam results يعني الان او متوتر بخصوص نتائج الامتحان ممتاز هات صفحة سبعة كده حضرتك في كتاب السينيور مراجعة والراجل جايب اللي هو الفرق بين التابلويد والبروتشيت ودي افكار جميلة بصراحة ولسه هتلاقي برضو جايب انواع التحيز بعد شوية مزبط الدنيا focuses on major national and international events ايه هي اللي بتركز على الاحداث الدولية والمحلية الهامة والرئيسية ده طبعا يخص البروتشيت نمبر تو بيقولك تابلويد هيدلاين is more likely to العنوان الرئيسي في التابلويد او الصحيفة الصفرة طبعا يوز بانز رايم and سلانج بيستخدم لغة عمية مبتزلة ويستخدم الايقاع ويستخدم الاثارة نمبر ثري بيقولك ازاي النظام او الستايل بتاع البروتشيت of writing differ from tabloid اسلوب الكتابة في الصحيفة الوطنية او الصحيفة الرسمية بيختلف ازاي عن الصحيفة الصفرة والله اللي انا اعرفه ان الصحيفة الوطنية او الصحيفة الرسمية بتستخدم جمل قوية وجمل طويلة عن التابلويد بل اجابة بي it uses longer sentences بتستخدم جمل اطول نمبر فور which of the following is a feature of tabloid press ايا مما يأتي سمة او صفة سمة من السمات او صفة من الصفات او خاصية من الخصائص لصحافة الصحف الصفراء احد السمات بتاعتها طبعا انها بتركز على اخبار المشاهير it focuses on celebrity stories اخبار وقصص المشاهير والفنانة فلانة عملت تجميل والفنان اعلاني تجوز والفنانة الفلانية اطلقت which of the following isn't a characteristic of brood sheet press ايا مما يأتي ليست احد صفات او مميزات الصحف الرسمية ليست ليست مميزات الصحف الرسمية it has large headlines ديها عنوين كبيرة او وسعة it has factual articles ان فيها مقالات حقيقية لا دي من سماتها هو عايز اللي مش من سماتها it has fewer photos الصور فيها اقل طبعا ما بيجيبوش صور الا على حسب الاهمية it has longer sentences and paragraphs الجمل بتاعتها اطول والفقرات بتاعتها اطول ده برضو من سماتها يبقى دية it has large headlines العنوين بتاعتها مش كبيرة دية ليست من سماتها طيب نيجي رأى على ان شاء الله هو التحيز او انواع التحيز واحنا عرفنا ان فيه تحيز بالحزف ان انا احزف خبر مهم او bias by placement التحيز بان انا اكتب الخبر في مكان ما هواش مكانه يعني خبر يبقى تافه احطه اول حاجة او خبر يبقى مهم واحطه في الاخر bias by spin اللي هو الانحياز بالخدع او التحوير او بيلفق يعني بيعرض رأي على انه حقيقة هو انا رأيي وبعرضه على انه حقيقة طيب نيجي بقى للتمرين اللي عليه بيقولك the journalist reported a false story الصحفي كتب عن قصة غير حقيقية او مزيفة on basis that it was true على اساس انها حقيقية يبقى ده تحيز بالاية معاليم يبقى دوت كده لسه قيلينه انه تحيز بايه بالتحوير لانه عرض رأي على انه حقيقة يبقى سبين البي بيلفق وبيحور طيب the ad leaves out اهو ليفزا اوت دي معناها يحزف يبقى انت مش محتاج تكمل الجملة اصلا الاعلان اغفل او حاذا فاذا fact that the medicine has some side effects ان الدوة دوت له اعراض جانبية يبقى ده تحيز بايه معلم تبقى بالقومشن بالحزف الاجابة ايه number three the journalist was biased by الصحفي كان متحيز بايه he put the story at the top حط الخبر في اعلى الصفحة to show it was interesting عشان يبين او يظهر ان الخبر دوت مهم يبقى ده تحيز بالبليسمينت بالوضع يعني حطه في مكان مش مكانه number four when the journalist doesn't show a balanced point of view لما الصحفي لا يظهر وجهة نظر متوازنة concerning a news story بخصوص خبر this is biased boy ده يبقى تحيز بالايه برضو بيحور بيلفق بيزين الكلام لان وجهة نظره مش متوازنة كده لا حزف حاجة ولا حط حاجة مش في مكانها البي بيزين للقارئ number five in his ad في الاعلام بتاعه the seller البائع lift اوت برضو lift اوت اغفل او ترك او استبعد the fact that the flat is on the last floor in الشقة في الدور الاخراني ما قالش الحقيقة دي حزفها من الاعلام شقة لوكس وشقة تشطيب ممتاز وهاي لوكس وسوبر لوكس وخمس اوض وبتبص عن نيل ما قالش انها في اخر دور يبقى ده الاجابة تبقى تحيز بالحزف لانه حزف معلومة تخص اللي جاي يسكن او عايز يشتري بعد كده عندك وبرضو التمرين عليها موجودة عند حضرتك في بيج ماين في صفحة تسعة بيقولك ده دكتور نقط ما شاء الله الدكتور عمل وظيفة ممتازة جدا او ادى مهمة رائعة بانه انقذ حياة الولد دو جوب كلمة جوب بيجي معها الفعل دو دد ان اميزنج جوب ممكن بيرفورمد اجوب بس مش موجودة نمبر تو بيقولك اتحط في السجن طبعا مع كرايم هاخد كمية ارتكبة جريمة نمبر ثري بيقولك هو استحق انه نقط عقاب لانه ما كانش مؤدب يبقى يتلقى العقاب جيف دي لو انا هعكس بقى يقول ان في حد عقبه لكن هنا ريسيف هو استحق انه يتلقى العقاب نمبر فور بيقولك نهاية الفيلم مش هتكون مدهشة سينس هي نقط قتلة انه هو بوز النهاية البي قالها زي اللي كان بيتكلم كده على جعفر العمدة وقال لك جعفر ما يعرفش انه ابنه عايش جنب منه قدام عينين فاحنا عرفنا ان الولد دوت هو ابن جعفر العمدة البي حرق المفاجأ او دمر المفاجأ او بوزها او ابسادها نمبر فايف بيقولك دراسات كثيرة عملت ايه في المخاطر بتاعت التدخين السلبي يعني التدخين السلبي يا مستر يعني لما تبقى انت بتدخن وحد قاعد جنبك وانت بتدخن ما بيدخنش هو بيتنفس الدخان اللي طالع منك انت كمدخن يبقى ده اسمه مدخن سلبي المهم بيقولك ان دراسات كثيرة عملت ايه في المخاطر بتاعت التدخين السلبي هاف عايزة وراها تصريف ثالث هنا انكلودنج غلط فعلي زائد اي انجي بايز ده تحيزت ما تنفعنيش وكرد حدثت ما ينفعش اقول الدراسات حدثت المخاطر الاجابة بيه هايلايتد يعني القت الضوء او وضحت او ابرزت او بينت المخاطر بتاعت التدخين السلبي نمبر سيكس بيقولك ده ببل شر الناشر ماتش ماني فلوس كتير فروم ذا نوفل من الرواية يعني الراجل ده بيكسب فلوس كتير ومع الفلوس ياما تقول لي ايرن ماني بيكسب فلوس ياما تقول لي ميك ماني بيحقق ربح او بيعمل فلوس نمبر سيبن بيقولك هيروايد اسمايل ما شاء الله ابتسامتها العريضة نقط the impression الانطباع that she is happy انها سعيدة but she isn't ولكنها ليست كذلك يبقى الابتسامة بتاعتها دي بتعمل ايه معلم بتوعطي الانطباع impression تاخد give gives the impression تعطي انطباع نمبر ايت بيقولك هي طلبة منها انها نقط reason سبب هي كانت متأخرة يبقى المفروض انها تعطي سبب give a reason why she arrive delete لماذا هي وصلت متأخر فين give why ادي عند حضرتك نمبر سي طب يا مستر اللي انا عرفوا ان reason بييجي وراه حرف الجر for اه ممتاز خد عندك يا باشا reason for سبب لي بتساوي cause of برضو سبب لي واللي اتنين دول بييجي وراهم الاسم او الفعل زائد ing اللي عندك بعض النقط هنا مفيش اسم ولا فعل زائد ing بيجي ده جايب جملة وفي الحالة دي تحط ورا reason كلمة y وتبقى the reason y زائد جملة لان بصراحة long man جايب عليها تمرين وبيقول يا جماعة ذكروها هتلاقي في صفحة 10 عند حضرتك الجملة رقم واحد بيقولك we can't afford لا يمكننا ان نتحمل نفقات او ندفع فلوس go on vacation زي سير ان احنا نطلع عجزة السنة دي ما تقلقش ومحدش طالع ما تخافش يبقى afford to يدفع ثمن او مقابل afford to زائد المصدر يتحمل نفقات نمبر تو بيقولك في عربية مسروقة get away شي applied a job apply for لا يا مستر انا عرف apply to حبيب قلبي لو انت هتاخد apply هيجي بعدها حرفين for زائد اسم وفعل زائد ing او تو زائد المصدر فانا هقول apply to get a job لكن هنا apply for a job يعني يتقدم لوظيفة نمبر فور بيقولك it's time you focus the note studying focus يبقى عايزة حرف الجر وانحان الوقت ان انت بقى تركز على studying for your exams تركز على المذكرة للامتحانات نمبر 5 ايجيبت amazon will deliver الشركة بتاعت amazon بتاعت مصر او amazon فرع مصر will deliver هتوصل او هتسلم your shopping نقط free هتوصل لك التسويق بتاعتك او التسوق اللي انت تسوقته مجانا مجانا for free it's for free it's free for charge يعني مجانا for free نمبر 6 the reporter intentionally الصحفي عمدا وهو قاصد lift نقط some facts اغفل او ترك او وقع بعض الحقائق from the report من التقرير طبعا احنا لسه اريينها واحنا في الاسئلة دلوقتي leave out يعني يمسح او ان هو يشيل او يهمل او يترك او يغفل يبقى lift out نمبر 7 بيقولك it was nearly midnight تقريبا كان نص الليل and he had to noot for home وكان لازم يروح طبعا ينطلق او يبدأ رحلة او يروح البيت set off set off ينطلق او يبدأ رحلة نمبرية بيقولك if we keep going this way لو استمرنا في السير بهذا الطريق we will end نقطة total loss ينتهي بنا الحال ان احنا تايهين وضيعين ومفقودين محدش حيلاقينا end up يعني end up ينتهي به الحال ينتهي به الحال في او كان والله ينتهي به الحال في ان هو يطوها او يضل الطريق synonyms والانتنمز عند حضرتك هم موجودين وحتلاقي التمارين عليهم في page 11 بيقولك ده كجولت زد ضحايا end the accident في الحادثة ورغاية كان عددهم مرتفع جدا synonyms اللي هو المرادف لكلمة ضحايا طبعا victims ضحايا يعني victims وكاجولت number 2 بيقولك this software is pirated البرنامج ده مخترق او مقرصا او مسروق an antonym for pirated عايز عكس مقرصا او مسروق يبقى اصلي 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 genuine number 3 بيقولك the police are looking into the crime الشرطة looking into الشرطة بتحقق في الجريمة look into these synonyms with مرادف لإيه look into يبقى investigate تحقق في الجريمة number 4 بيقولك the old man was grumpy رجل العجوز كان متأفف متذمر سريع الغضب مقريف ازيهاد مستزاترين لان الاطرفات the word grumpy is close in meaning to مرادفة في المعنى او قريبة في المعنى من ايه طبعا ان الرجل furious يعني الحكم كان متحيز ضد الفريق بتاعنا the opposite of bias عكس متحيز الرجل ده كان fair حكم نظيف fair اشقر fair يعني فاتح اللون fair يعني عادل fair يعني نظيف fair unlovely الكريم بتاع التفتيح number 6 بيقولك strong wind sponsorship رياح قوية جدا دورت السفينة او خليتها تلف another word for spawn عايز كلمة تانية تديني كلمة spawn الاجابة هتبقى derotated rotate يعني يلف او يدور حوالي نفسه number 7 بيقولك heavy rainfall مطر غزير جدا ruined damage بوز المباراة دمر المباراة the synonym of ruined عايز مراد يفسد او يدمر طبعا الاجابة be spoiled spoiled يعني افسادة don't be so noisy ما تبقاش حشري بقى كده this means you shouldn't be ده معنا ان انت لا ينبغي ان تكون curious فضولي نمرت ايه تعالى على اللي بعد كده مع حضرتك هتلاقي عندك تعريفات جميلة اهيه بعد كده عايز على التعريفات دي اتأسئلة الجملة رقم واحد بيقولك الشخص اللي محطوط في السجن لانه مزنبي بقى المدين او المجرم نمبر انك تضع في الاعتبار كل الجوانب او الاراء بالتساوي يبقى انت كده بني ادم متزن او عندك توازن نمبر نمبر بيقولك انك تتحقق او تفحص الحقائق لجريمة اتسترا الى اخره توفايند او علشان تكتشف الحقيقة بخصوصها يبقى احنا رايحين كده نعمل يحقق في حاجة علشان يوصل للحقيقة نمبر بيقولك اللي هي حد بشكل غير قانوني ينسخ ويبي الشغل بتاع حد يبقى انت كده اسمها القرصانة الالكترونية او الاختراق او السرقة المصنفات يبقى لاجابة نمبر 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 لها ورق صغير وصور كبيرة يبقى دي التابلويد نمبر بيقولك جريدة مطبوعة على افرخ ورق كبيرة تبقى الجريدة الرسمية نمبر بيقولك انك تفسد او تدمر لكل حاجة بالكامل يبقى راون الاجابة ايه على نمبر ايد بيقولك التقارير مسجلة بواسطة ناس وتعرض على الانترنت يبقى دي تقارير صحفية مسجلة وبتتنشر الانترنت يبقى دي اسمها صحافة المواطن او ان البني ادم او المواطن مننا بيقوم بتسجيل او يرفع تقارير اخبارية على الانترنت من نفسه بعد كده الرجل جايب في صفحة 13 او كلمات زيادة يعني اضافية وعايز بعد كده حضرتك تجاوب عليها اسئلة موجودة ثلاث صفح يعني معانا صفحة 14 بيقولك يعني شعر حر قصيدة عبارة عن شعر حر طبعا حضرتك تدرس الكلام ده عندك في الادب في اللغة العربية والشعر الحر لا يتقيد بقفية معنى كده انها ليس بها قفية يعني القفية يعني نهاية الابيات من الحروف لازم تكون متوافقة مع بعضها طب ايه الرذم الرذم يا مستر يعني الايقاع الغنائي اللي موجود في القصيدة تفي وز اول شمن تفي وز اثيف تفي كم تو ماي هاوس ان استول ابيس اوف بيف كده ده ايقاع غنائي اسمه رذم لكن الرائم ان بيف وثيف متناغمين مع بعض من دين نفس الحروف في الاخر ده اسمه رائم طبعا دعم الجمعيات الخيرية المحلية بتاعتك دونيت ماني تبرع بفلوس ايه اتبرع لهم بفلوس طبعا تدريجيا بالصدفة ولا بانتظام ولا من وقت لاخر طالما هتدعم جمعية خيرية اعمل لنفسك اول كل شهر مبلغ تدهولهم اسمه بانتظام المستكشفين تاهوا او ضلوا الطريق بكوز دماب لان الخريطة ذي هاد اللي كانت معاهم وزنت نقط لم تكن نقط لم تكن accurate دقيقة لم تكن in accurate غير دقيقة ما ينفعش لاني لما اقول وزنت واقول in accurate يبقى معناها كده معناها انها كانت دقيقة طب لما هي دقيقة تاهوا ليه يبقى in accurate غلط incorrect اللي بشكل غير صحيح in correct غير صحيحة طب انا هقول in correct برضو نفي معناها في ما ينفعش يبقى الاجابة اللي هي wasn't accurate لم تكن دقيقة او مظبوطة نمبر 4 bad people الناس الاشرار مصطبي نقط for the crimes يجب عليهم ان هم نقط للجرائم دي كمت اللي بيرتكبوها يبقى دي مصطبي punished يجب ان يعاقبوا لان publish ينشر و breast يعني يمدح او يطري او يثني على و reward يعني يكافئ او يمنح مكافئة نمبر 5 بيقولك the writer الكاتب is considering بيعتبر او بيهتم بيه او بيفكر فيه taking نقط action انه يتخذ فاعل نقط against the bookshop ضد المكتبة taking ايه بقى low منخفض copyright حقوق نسخ compensate يعني يعود ولا ليجا القانون ياخد اجراء قانون ضد محل الكتب نمبر 6 بيقولك i meet the manager نقط i have a complaint ممكن اقابل المدير نقط انا عندي شكوة general عموما consequently لذلك personal شخصيا يرسل في نفسك يبقى انا عايز اقابل المدير شخصيا نمبر 7 بيقولك this new book هذا الكتاب الجديد is نقط be published next year ان شاء الله يتنشر السنة الجاية is due to be published beside be published going to as a result of owing to معناها بسبب غلط as a result of نتيجة تنليق غلط بيصيد يعني بجانب او بتسوي next to due to يا مستر طب ما هي معناها بسبب لا اكيد معناها هنا كمان لها معنى تاني due to يعني مستحق النشر is due to be published ده معناها انه مستحق او جدير بالنشر او لو معد النشر بتاعه ان شاء الله هيبقى السنة الجاية وجملة حلوة number eight بيقولك what bad news يا لها من اخبار زبالة the book had been before it was published الكتاب ايه اللي حصله قبل ما يتنشر طالما اخبار وحشة يبقى الكتاب اكيد تسرق او تسرب قبل ما يتنشر look دتقفل بالقفل leak دي سر بقى دي سقبير دي اختفى اختفى قبل ما يتنشر وبعدين لحظة طب ما هيتنفع يا مستر written اتكتب قبل ما يتنشر ما هو اكيد حيتكتب قبل ما يتنشر طب ليه ما قلتش دي سقبير دي يا مستر لان دي سقبير معناها يختفي فعل لازم لا يحول للمجهول دي يتهد بن ماضي تام مبني للمجهول عايز تصريف ثالث طب ما هو دي تصريف ثالث ايوة بس ماينفعش اقول اختفي لان دي سقبير بيختفي الوحد وفعل لازم لا يحتاج الى مفعول وطالما ما ينفعش ييجي ورا مفعول يبقى ما ينفعش يتبني للمجهول يبقى ليك دي سربة الاجابة نمرد بها اللي صح نمبر ناين دي سيز نور دارونجوي هذا الطريق الخطأ دا جي بي اس يستيك ذا ليفت تورنينج الجي بي اس بيقول حاوة شمال طيب دي سيز ايموشنالي يعني بشكل عاطفي احنا ملناش دعوه بان الموضوع عاطفي هنا كونسيكوانتلي لذلك بيرسونالي شخصيا ابفياس لي بوضوح من الواضح ان دوة الطريق الغلط لان جي بي اس بيقول حاوة شمال نمبر تين اخويا بدأ شغله كمحاسب نقط لمدة ثلاث شهور رائد اعمال تدريب متدرب تدريب يبقى تدريب محاسب متمر او محاسب تحت التمرين كان فيه عندك طبعا ابرينتس متمرن فيه عندك ابرينتس اي بي بي ار اي ان تي اي سي اي وابرينتس ديت اللي هي المتدرب في صانع حاجة حرفية طيب وبعدين عندك التانية اللي هي مين بقى بتاعت التدريب التاني عندك انترن ده المتدرب بس متدرب بقى ايه حاجة مؤهل عالي دكتور مهندس بيتدرب محامي بيتمرن محاسب بيتمرن هو ما جابش لا ابرينتس ولا جاب انترن ولا انترن شب ولا ابرينتس شب ولا الكلام ده جاب كلمة تريني بمعنى متدرب واحنا عارفين ان التريني دي في الغالب بتخص اللي بيتمرن في التمرين الرياضية لكن برضو هتنفع هنا على اساس المعنى اللي جاي معنا مظبوط نمبر 11 بيقول لك هير لونج نقط نيو نوفل يعني روايتها التي طال امتظار وهاز فاينالي كامينج او اتنيك استمانسة هتطلع ان شاء الله او هتصدر الشهر الجاي واحنا عارفين ان التعبير ده اسمه لونج اويتد الاجابة لمرت ايه او هتقول لونج ويتد غلط لونج اويتد صفة مركبة عندك شرطة هنا لونج اويتد يعني الذي طال انتظاره او المنتظر او اللي وحشنه او اللي بقاله فترة مفروض يظهر طيب رقم 12 بيقول لك انها مضيعة للوقت نقط اني اتجادل معاك شكلها كده ان انت مش هتقتنع ابدا التواكب او التأقلم او المسايرة ارجوينج يعني المجادلة تشارجينج يعني الشحن او دفع الفلوس واجرينج يعني يتفق يبقى الاجابة بي ارجوينج ويذيو مضيعة للوقت ان انا اتجادل واتناقش معاك نمبر ثلتين بيقول لك مين هو المسؤول على كل حاجة بتطبع في الجرنان ده رئيس التحرير الاجابة دي اديتور انفستيجيتور محقق ريدر قارئ كوريسبوندينت يعني مراسل بتبعث حد لمكان معين علشان يجب لها الاخبار من هناك اسمه مراسل كوريسبوندينت نمبر فورتين بيقول لك الكتاب بيمثل الافكار والمشاعر بتاعت مين مانيجر المدير بتاعه اوثر المؤلف بليفر يعني المؤمن ريبريزنتاتف يعني ممثل او مندوب عنه نمبر ففتين بيقول لك حصل عندهم اجتماع ونقط علشان نقط بعض الافكار عن زيادة المبيعات برينستورم يعني يعملوا عصف ذهني ويفكروا في زيادة المبيعات هيزودوها ازاي كومبنسيت يعود يصنع يتطلب الاجابة ايه برينستورم يعمل عصف ذهني الاعضاء او الافراد اللي في نقط الجديد يعني على عقود قصيرة المدة او عروض قصيرة او عقود قصيرة هتبقى عصابة يعني طاقم يعني فريق موظفين يعني قطيع طبعا الاجابة هتبقى لان كرو لازم يبقى طاقم في سفينة وطيارة موظفين اللي في السفينة او الطيارة اسمهم الكرو وكمان يا سلام لو تبقى قناة تلفزيونية يلا عشان تبقى حبيبي وما قلت ما سيبتلكش حاجة ما قلتهاش جانجي يعني عصابة بقى لصوص وحرمية باك يعني قطيع بالذات لما يبقى قطيع عبقار او اغنام او الحاجات دي وفيه كمان كلمة هيرد وفيه كمان كلمة سكول مناهج قديمة والراجل ده دماغ وجمد م شاء الله 17 هو بيمتلك نقط عظيمة قدرة نقط عظيمة يسمى عبقاري طالما عبقاري يبقى عنده قدرات فاكتشوى الحقيقية فيزيكا البدنية ولا ايموشن العاطفية ولا انتليكتشوى العقلية طالما الراجل ده عبقاري يبقى ده عنده عنده قدرة عقلية طالما فيه عبقارية يبقى العبقارية مش عبقارية الحركة ولا الجسم ولا العضلات ولا العاطفة العبقارية عبقارية الانتليكتشوى عبقرية عقلية رفض انه هو نقط في عرض تلفزيوني ابيل يجذب يظهر يختفي يعني ينظر او يبدو الاجابة به ابيل رفض انه يطلع في التلفزيون او يظهر في قناة تلفزيونية او عرض او برنامج تلفزيوني طرد او اقالة المدرب بتاع الفريق عمل نقط في اخبار الصباح عمل ايه ادرس زعنوين منازل طايتل زعنوان كتاب او درس او حصة او 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 اي بتنجان هيدلاين زعنوين الاخبار هيدكورترز يعني قيادة الاركان او مركز القيادة طبعا الاجابة هتبقى هيدلاينز طالما في اخبار الصباح او جرائد الصباح يبقى هيدلاينز زعنوين الاخبار نمر 20 بيقولك الموفي او الفيلم كان نقط جدا لدرجة ان الجمهور كان بيعايط في اخر الفيلم اموشنا العاطفي موفد يعني متحرك اللي جال غير قانوني سايكولوجيكال نفسي طبعا كان اموشنا لطالما الناس عياطت يبقى الموضوع له علاقة بالعاطفة وممكن كمان تبقى موفينج يعني محرك للمشاعر مش موف ده موف ده غلط 20 وانا بيقولك ده study was نقط ان ده public library of science الدراسة كانت نقط في المكتبة العلمية العامة Transmitted اتنقلت والTransmitted دي نقل الاشارة Publish دي اتنشرت سكان دي يعني تعمل عليها اشعة او تعمل لها سكان يعني تقطيع Publicize دي يعني نشرت برضو بس على طريق قدام العامة او قدام الجمهور يبقى لجابة المريد بي Publish دي نشرت لان النشر هنا متعلق بمكتبة ودي دراسة يبقى ده نشر علمي يبقى المفروض انها تبقى Publish دي برضو 22 He took a bid to learn the skills to become a blacksmith هو خد موقع مدفوع اتدفع له فلوس علشان ياخد ايه؟ علشان يتعلم مهارة انه يبقى حداد وليفكيشن مؤهل الحدادة مالهاش مؤهل Retirement يعني معاش او تقاعد لا graduation يعني تخرج لقى الاجابة apprenticeship يعني تدريب مهاني ولسه قاعدين من شوية internship يعني تدريب برضو بس خاص بالشهادات العليا زي المحامة والطب والهندسة والتدريس وغيرها 23 يقولك from his accent من اللهجة بتاعته It's clear that this tourist is a note english ده من الواضح ان هذا السائح انجليزي نقط non national, non language, non native, non origin طبعا الاجابة non native يعني ليس اصلي او ليس من اهل البلد اللهجة بتاعته بتقول انه انجليزي بس مش native يعني مش native يعني مش انجليزي اصلي هو لهجته او بيتكلم انجليزي ولكن الاكسنت بتاعته مش اهل انجلترا non national يعني غير وطني non language يعني من غير لغة خالص non origin يعني عديم الاصل 24 بيقولك ده case was not to the crime القضية مقط للجريمة crime court المحكمة الجنائية for decision لاخذ القرار فيها case هنا مش معناها حالة case هنا معناها قضية القضية ما لها للمحكمة الجنيات لاخذ القرار فيها referred was referred to refer to يعني يشير الى او يرجع الى تم ارجاع القضية الى المحكمة الجنائية عشان تتاخد قرار infer يعني يفهم receive يعني يتلقى او يستقبل deliver يوصل او يسلم 25 according to the note طبقا لنواد the world trade has declined التجارة العالمية قلت او انخفضت according to a inspection تفتيش survey دراسة او بحس review يعني مراجعة نقدية examination يعني فحص او امتحان يبقى الاجابة طبعا هتبقى نمرد بي دراسة او استطلع رأي 26 بيقولك we must all work for the note good for our country يجب علينا جميعا ان نعمل لصالح الخير بتاع بلدنا claiming يعني ادعاء او زعم ولا sharing مشاركة ولا natural طبيعي ولا common common good يعني الصالح العام common good of our country يعني الصالح العام لبلدنا مش المصالح الشخصية بتاعت كل واحد 27 يقولك فيها the judge declared يعني القاضي اعلن هم نقط نقط and set him free واطلق صراحه يبقى اعلن ان هو نقط guilty ليس مذنب تشيد غشاش innocent يعني بريء وجلط ليس بلا ذنب لجابة نمريد سي جلطي انه ليس مذنب 28 واخر صفحة معانا يقولك what argument was so that I changed my mind argument هنا مش معناها جدال ولا نقاش argument هنا معناها حجة الحجة بتاعته او السبب بتاعه او الدليل بتاعه كان نقط جدا لدرجة ان انا غيرت رأي اخر respectful respectful محترم او رأي محترم ماشي بس انا محترم دي لليبني ادمين انت بني ادم مليء بالاحترام يعني انت محترم يعني انت رجل بالناس بتحبك يبقى respectful perspective مقنع common شائع منتشر persuading مقنع برضو طب اخد persuading الاجابة نمرد بي persuading هي اللي صح طب ليه مش persuading persuading دي معناها القيام بالاقناع يعني عملية الاقناع وتصدق وانا قاعد عمالة فهمك عشان تقتنع هو ده الاسم اللي بيرسويدنج انما بيرسويدنج دي صفة معناها مقنع نمر 29 دولار ايهت واتشنج تراجيدي فيلمز انا باكره مشاهدة الافلام التراجيدي الحزينة الزير نقط make me cry لان نقط بتاعتها بتخليني ابكي conclusions الخاتمة بتاعتها sequels ولا summarized ولا endings طبعا النهاية بتاعتها endings هي اللي معناها النهاية او الخاتمة بتاعتها طب الكونكلوجين مثلا الكونكلوجين دوت ختم مقال ختم دارس الكلام ده summary يعني ملخص او خلاصة ماينفعش هتفرج على فيلم شوف الخلاصة بتاعته بشوفه كله وتعال اما شوف لك كلمة sequels دي معناها علشان معناها غايب عنها هشوفها لك وارجع وسيكولز دي طالع معناها العواقب يعني بتسوي consequences consequences يعني النتائج او العواقب consequences يعني نتائج او عواقب بتسوي سيكولز اللي قدام دي number 30 بيقولك الشركة اقامت نقطة ترويجية promotion يعني ترويج عشان يعمل دعاية للمنتج الجديد بتاعها يبقى اكيد عملت حملت دعاية او عملت حملت اعلانات او حملت ترويج علشان خاطر ترويج للمنتج بتاعها افير يعني شأن occurrence يعني حدوث event حدث وانسيدنت يعني حادثة او حادث لأ طبعا حدث ترويجي او عملت يعني event كبير كده علشان تروج للدعاية بتاعتها او تروج للمنتج بتاعها we must stand against يجب ان نقف ضد نقط رامرز الاشاعات as they harm our country لانها بتئذي وبتضر بلدنا طبعا spreading رامرز نقف ضد نشر الشائعات demanding المطالبة supporting دعم او تايد fighting يعني محاربة ما ينفعش اقف ضد محاربة الشائعات انا عايز اقف ضد نشر الشائعات lots of families كثير من العائلات are struggling بتكافح وبتصارع to cube noot with high prices علشان تتواكب وتتساير وتتأقلم مع الاسعار العالية emotional للي عاطفيا social اجتماعيا healthy صحيا financial طالما عايز يتواكب مع ان ارتفاع الاسعار يبقى عايز يتواكب financial ماليا من النحية المالية والاقتصادية 33 firefighters يعني الرجال الاطفاء were able to كانوا قادرين and all of the buildings residents كل السكان اللي في المبنى يبقى اكيد ان هما ينقذوهم او ان هما يطلعوهم احياء risk يعني وخاطر rescue ينقذ release يطلق صراح او يحرر ولا survive يعني ينجو او يبقى على قيد الحياة او يعيش طبعا ادروا ان هما ينقذوهم طب ما release يحرر يعمهم ومش اسرة ده مبنى وكان واقع او محروق ولا في حاجة فهم انقذوهم 34 بيقولك she failed her exams رسبت في الامتحانات and those نقط unable to join the college وكانت نقط غير قادرة انها تلتحق بالجامعة طالما سقطت في الامتحان وما عادتش قادرة انها تلتحق بالجامعة يبقى لحسن الحظ لكي لحسن الحظ يعني نتيجة لذلك من المأمول يبقى الاجابة نتيجة لذلك طالما سقطت نتيجة لذلك ما قدرتش تدخل الجامعة 35 بيقولك فيها investment الاستثمار in new machinery في الالات الجديدة will be worthwhile فيكون مستحق او جدير بايه انزا نقط long term على المدى الطويل short distance مسافة قصيرة long run يعني مسافة جرية مسافة طويلة as far as يعني على قدر المسافة او على بعد يبقى الاجابة ايه long term استثمارك في الالات لما تشتري مكان نظيف وجديد ده على المدى الطويل يستحق الاستثمار يعني حاجة جديرة بان انت تعملها وهتنفعك على المدى الطويل اسمه long term واحنا خدنا long term disease يعني مرض مزمن و short term يعني قصير المدة او مدته قصيرة 36 بيقولك فيها a noat nomad nomad يعني بدوي is a person who makes living using the internet اللي هو الشخص اللي بيقدر ياكل لقم تعيشه من خلال الانترنت طب ما انت بتقول يا مستر نومد يعني بدوي بدوي يعني رحالة رحالة ايه بقى بنسميه رحالة راقمي يعني رحالة راقمي هو ملوش مكتب تروح له فيه و ملوش مقر شركة بس بيشتغل على المواقع اللي بتجيب فلوس من خلال التصميمات اللي بيعملها او الشغل اللي بيعمله في المواقع دي فبنسميه digital nomad digital nomad ده الرحالة الراقمي اللي بيقلب لقم تعيشه من كثير من المواقع عن طريق العمل عن بعد 37 بيقالك he works hard بيعمل بجده compensate his loss عشان يعود خسرته which phrasal verb ايا من الافعال الاصطلاحية الاتية gives the same meaning يعطيني نفس المعنى زي كلمة compensate طالما compensate ويعود اعتقد ان الاجابة حديب اسمها make up for اهي come up with يعني يختلق او يخترع او يطلع لنا بتفنيعة cube with يواكب او يساير make from يعني يصنع من الاجابة make up for يعني يعود بتسوي compensate 38 تقريبا تقريبا اربع مرات حجم اوروبا يعني اسيا في المساحة بتاعتها قد اوروبا اربع مرات تقريبا roughly كلمة تقريبا دي means معناها ايه mercilessly بلا رحمة severely بشدة approximately تقريبا نير يعني قريب قريب دي من ناحية المسافة عايزها تبقى تقريبا زيها مفروض تحط لها L y وتبقى نير لكن كده الاجابة هتبقى approximately 39 بيقولك احدث نقط كبير كان انفجار في معمل تكرير بترول طبعا اكيد بمعنى حادث او حادثة مغرجان تنظيم مناسبة ده اسمه حادث معنا اخر سؤال معنا في الفيديو بتاع النهاردة معلش انا طولت عليك بس انا حبيت ادي لك حقك بما يرضي الله وحبيت ان انا لملك كلمات الوحدة الاولى اللي اكيد غالبيتنا نسيها نمبر فورتي بيقولك المسلسل سيريز معناها سلسلة ومسلسل شايق عشان كده المشاهدين منتظرين بفروغ الصبر عشان يوصلوا لاخره طبعا عارفنها وحافظنها محفوظ يعني مكتوم الانفاس او حطت ايده على قلبه زي ما احنا بنقول او منتظر بفروغ الصبر او منتظر بقلق وتوتر لغاية لما يوصلوا لاخر حلقة فيه وكده كون انا كمان وصلت معاك لاخر جملة في الفوكاب بتاع تيونيت ون لاب متالك كلها من كتاب سينيور وراجع نهاية الفين اربعة وعشرين وما تنساش لايك وشير وصبسكريب ودعوه حلو من قلبك الرجال طيب وشوفك على خير وريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته